يعني كان عمدها ناس في المكتب بيجوا يمضوها على شيكات يعني هي بتقول إرادات الفيلم ده وصلت لمرحلة إنها كانت بتيجي في شولة إرادات الفيلم بتروح لها في شولة على المكتب طفين اللي شولة دي اببخرت واكتشفت إن مفيش منها أي حاجة فبتقول أنا يعني طبعا بتعمل بحسنية الموظف اللي عندي بيجي يمضيني ده رقم شيك آه ده الشيك والبانكو بتاع فبمضي مش عارف أنا بمضي على إيه وده هيعمل لها مشكلة بعدين في نهاية حياتها لما تكتشف بقى أنها حد يعني بتمضي لحد ورق إيجار مطعم فمضت على نفسها 15 مليون جنيه وبقى هو بيطالبها النمج ده خادت مني 15 مليون مش عايزة ترجعه 15 مليون مليون ده إحنا ده وقتها ده مبلغ خيالي بص حسن النية ولما بنتها جات تتكلم مع محامي إن احنا نعمل إيه فقالوا لها أرفعها عليها قضية حجر يا لهوي فبقت هي عايشة في الفترة الأخيرة بالمناسبة بشائعات إيه بقى؟ إن مجدى أو بنتها قررت إنها تحجر عليها بنتها أصلا كل ممتلكات مجدى مكتوبة باسم بنتها وده حصل بموافقة مجدى يعني بحسب تصريحات بنتها القضية ترفعت بموافقة مجدى نفسها لحماية مجدى مش لحاجة تانية وكان في الفترة دي بيتردد إن مجدى دي أصلا يهودية ومش عايزة تقول ليه بقى يهودية ومش عايزة تقول؟ أنها وهي طفلة كانت في مدرسة يهودية فجدتها جاية في مرة تزوره ده كانت وهي طفلة جاية بتزورها فلاك جدتها بتصلي فبعد ما خلصت قايت لها أنت ليه مش بتصلي زي الصلاة اللي إحنا بنصلي قايت لها أنتوا بتصلي هنا صلاة غير الناس بتصلي قايت لها إحنا بنصلي كده فبعدت أبو قايت له تعالى أنت شاب بنتك بتصلي زي فاكتشفت إنها بتصلي صلاة اليهود إنها كتبتصلي كده في المدرسة وما تعرفش وجابوا لها شيخ وعلموها كل حاجة في الأيام الأخيرة فها تقلق دي راحت قاعدت في شقة كانت المركز الثقافي للسفارة الإسرائيلية طب يا جماعة يهودية إزاي مع معهم؟ في إشعاعات يعني ممكن تمنطق أو تحتمل الشك زي مثلا عمر الشريف مشيل شالهوب ناسوا لك يهودي مصر اسم شالهوب مش مسيح هو مسيحي لكن مجدت إيه اللي يهودية وعفاف إيه اللي يهودية وبأمرت إيه تبقى يهودية فقالك لأ إحنا زي كان الست كده بتقولك أنا كنت بصلي صلاة اليوم ولا تقربه الصلاة يعني انت خدت ولا تقربه الصلاة والباقي لأ ما هي خد الحكاية كاملة هو اسمع القال لأ إحنا نقول اللي إحنا عايزينه وخلاص برضو زي ما كان عنده مشكلة في فيلم بعد فيلم عملته بتاع السد العالي فاكتشفت إن السينما اتأممت وبقى فيه مؤسسة سينماية وفيه حد مسؤول عنه فبتقول أنا روحت عدت مع العادين فلاقيته بتعامل مع الفنانين وحش فهي برضو عشان جريئة ومعنداش فكرة إن أنا أخاف من حد قالت له أنا شايفة إن انت بتعامل الفنانين بالكرباج والفنانين ما يتعاملوش كده والفن ما يتعاملش معا كده فقال لهم طيب يا جماعة حد تاني عنده اعتراض زي الأنسة فما حدش رد فبتقول لقيت بعدها الجواب جاي اللي بيقول إن انت عليك فلوس للدولة وإما تدفعيها كاملة يا إما هنعلن إفلاسك فقال لهم أنا خارجة من فيلم كبير اللي هو الحقيقة العارية طب هدفع بس على قصات قال لها لأ عايزين فلوسنا كاملة وما قدرتش تدفع طبعا وأشهره إفلاس مجدة وتعين وصي على كل ممتلكاتها مقابل إنها تاخد 200 جنيه في الشهر طب ما كانش بالك أنا هصرف منهم إيه المتين جنيه أصلا فراحت وكلت محامي والمحامي إلا أنا كيش دعوة أنا أجيب لك حقك والمحامي في أول جلسة توفى فبدأت هي تقرى في القانون التجاري ووكلت محامي تاني لحد ما بدأت الصحافة تقف معاها وتحصل حملات فوزير الثقافة عمل مؤتمر أو دعوة يعني للناس عشان تعالوا نحل مشكلة مجدة فراحت وقفت قدام الوزير وقعت له يا سيادة الوزير أنا جاء الموارد عشان أشكر بس الناس اللي جاءت وقفت جام لكن وجودنا هنا ده كله ملوش أي أهمية لو عايز تحل فعلا كان ممكن تحل المشكلة قبل ما تروح لأ القضاء راحت للقضاء خلاص الموضوع في إيد القضاء فالوزير حس إن الموضوع فبيبص في ساعته كده أخلص كلامي الأول فحلم رفلة قاله يا سيادة الوزير ما تقصدش قايت له لا أقصد لأن أنا اللي وقفة في وش النار الواحدي ووقفة في وش المدفع الواحدي ولو ده حصل معايا هيحصل معاكم أنا بعمل ده عشان ده ما يحصلش معايا فالوزير حسل الغضب وقاموا إيه فقايت له ما توقفش أنا هسيب أنت قاعنا ويمشي وفضلت تحاول تحل موضوع لحد ما إخوتها تنازلولها عن ناصبهم في المراس عشان تروح تسدد الديون اللي عليه هتلاقي عندها مشاكل من دي كتير بقى على كل المستويات يعني مشاكل مادية حتى مشاكل عاطفية يعني مجنين مجدة قرفة الفنانه اللي هو مجنون يعني كان في يوم واحد مثلا هو راسم في خياله إن مجدة دي خطبتي أنا خطبها وتعب في فترة من الفترات فأمها راح تلاقي عشان خطري تعالي وقولي له إن إحنا خطبناك وإنت موافقة يوم جوازها من إيهاب نافع بقيت واحد اسمه عوض ميكانيكي رايح عايز يدخل الشقة بولدي مراطي وإيهاب نافع ده كان شاهد على العقد بتاعنا هو إزاي عايز يتجوزها أصلا وهي مراطي حتى تجربة جوازها من إيهاب نافع لغم إنها كانت تجربة عن حب تجربة رشد أبوزة نعم بالمواسبة كانت بتحب الرشد أبوزة ورشد أبوزة تقدم له ودي معلومة ناس كتير متعرفهاش رشد أبوزة تقدم لكل فنانات لأ هو كان حبها بجد وهي قالت على لسنها من واحد صاحبه قال بعد ما توفى لقينة عنده في الخزنة بتاعته دي بلتين واحد عليها اسمه رشدي واحد عليها اسمه مجد يعني ده كان الموضوع كان ناوي بجد ها وراح يتقدم بس إخواتها لأم صاحبها يقول له رشدي مش هتبقى مبسوطة معنا إحنا عارفينك وعارفينها فمش هتبقى مبسوطين مع بعض فاتصل بيها بيقول لها يعني خدي موقف فقيت له مش هقدر أخد موقف ضد العيلة فالله أنت بفاكرة إن مفيش حد في الدنيا غيرك لأ أنا أي واحدة تتمناني وطبعا يعني كان ربط فعله بعد كده رجع اعتذرها لها ابنافع حتى في تجربتها هي ما حسيتش إنها هتقدر تتعقلم معا هو دايما بيسافر حكم شغله وهي بتقول أنا حاسة إن أنا المركز اللي بيروح ويرجع يروح ويرجع فهيطلق خلاص طلع فضلت تلف ورا عشاني طلق يعني راح لبنان فرحيت له هناك سيرو صهرة حلو فالآخر هيتلو بقولك إيه بقى هتطلقني يمتى قال لها طيب يا مجدد ديني فرصة طيب هرجع القاهرة هتطلقني يمتى فالله طيب أنا بس عندي سفر تركية خلاصه وارجع عن الكلب سفرت له تركية عشان يطلق وبعد ما اطلقت لك أنا ندمانة إن إحنا اطلقنا إحنا يوم هكنا بنبكي إحنا اللي اتنين وأنا حاسة إن أنا مدتلوش فرصة تاني وإن أنا كنت سبب في حالة التشتت اللي عاشها بعد لأنهم بعدها اتجوز حوالي 11 واحد كان منهم أرمالة رقفة الهجة فعندها يعني مشاكل على كل المستويات المشاكل المادية أخرهم إنها تكون عاشت حياة صعبة لكن إن واحدة بالجرأة دي وبالصمود دي يعني إن هي تدخل بالمناسبة كان دايما تشوف إيه الجديد وتروح تعمله رغم إن ألف بإنتاج ما تغمرش بحاجة مش معروفة يعني افهم السوق عايز إيه هلألف أول تجربة لكنها تروح تعمل فيلم تاريخي وفيلم اجتماعي وفيلم ديني وفيلم بناش قضية ما حدش بيتكلم فيها وتخسر وتكتشف إنها بتخسر ملايين وبتتسرق ومصممة إنها تكمل كان ده سينما باسمها كمان كان قف 6 أكتوبر ودي برضو كان يتنصب عليها فيه إنها كتدخل مع شركة والشركة بعد كده ولا لا إحنا عايزين فلوس معينة وسافروا برا وبقت بقى تتحايل عليهم عشان يرجعوا يعني حياتها مشاكل كتيرة طيبطها طيبطها وإنها مش هي مركزة في الفن اللي مركز في الفن ده بقى عنده مفروض حد تاني بيدر له بقية التفاصيل العقود الاتفاقات الموعيد لكن هي مركزة في الفن ومش مركزة مع أي حاجة تاني فللأسف ربنا كان بيوقع في طريقها اللي هم بيحاولوا بيستغلوه على قد ما يقدروا ربنا يا رحوة